بسم الله الرحمن الرحيم بالشهر الفاضي عايزين نستقرأ كده سريعا أهم الحاجات اللي بيبحث عنها المصريين على جوجل وإحنا قلنا أن كلها حاجات متعلقة برمضان ده نبدأي متصدر لنشهد قوي فكرة الأدعية يعني الأدعية بكل أشكال دعاء دخول شهر رمضان وبتأكيد دلوقت ده يستعد فيه يعني العالم أجمع المسلمين في العالم أجمع ليس يوم هذا الشهر وفكرة الاجتماع في العباد لقينا أن أكتر الأدعية انتشارا هو دعاء دخول شهر رمضان زي ما قلنا دي يعني من الأدعية اللي بيفضل ترددها في هذا التوقيت يعني رأيكم لو شوية أدعية كده نفتكرها سويا ومكن زي ما بنقول هي دي المنتشر أو الناس بتتنقلها وبترددها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي يعني في البداية دعاء دخول شهر رمضان اللهم انفعني فيه بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم اهدني فيه وسبدني وهم إني أسألك فيه من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم من رسول عليه الصلاة والسلام أيضا أنت بيحرص على ترمزيد هذا الدعاء مع اقترب شهر رمضان ألا وهو اللهم بلغنا رمضان وارزقنا توبة ترضيك واجعلنا نصيبا من رحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون يمكن في بعض الأدعية اللي يعني الجميع بيحرص عليها في هذه الفترة وزي ما قلنا في مستهل الشهر الكريم منها اللهم إني أسألك فيه الجنة اللهم إني أسألك فيه الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء القضيته لي خيرا اللهم اغفر لي فيه ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أيضا يا رحمن يا رحيم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا اللهم أهل علينا رمضان بالعفو كل سنة وحضرتكم طيبين والفخير طيب ننتقل جزئية أخرى وأيضا بيبحث عنها المصريين خصوص شهر رمضان وهي خاصة بأقصر الأيام ساعات للصوم أطول الأيام ساعات للصيام وبالتأكيد أنه أقصر ساعات للصوم شهر رمضان هيكون يعني في المستهل للشهر يعني أول أيام شهر رمضان أطول الساعات هتكون في آخر أيام شهر الكريم من الدول اللي هيكون فيها سعادة ساعات للصيام قليل هي دورة جزر القمر يعني هتكون من الدول اللي فيها ساعات للصوم قليلة جدا أيضا في تسنفات تنفيزيونية قال الدكتور جاد القاضي هو رئيس المعد القومي للمحوث الفلكية أنه عدد ساعة صوم شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي بتصل هذا العام في أول أيام شهر 14 ساعة و13 دقيقة هتزيد تدريجياً لحد ما توصل في آخر أيامه لي 15 ساعة و16 دقيقة قال كمان أنه اليوم الأول من شهر رمضان هيكون هو أقصر أيام الشهر زي ما ذكرنا والأخير هيكون هو الأطول في ساعة الصيام الفارق الزمني لو حد عايز يعرف 57 دقيقة شهر رمضان المبارك هاشه التفاوت يمكن في عدد ساعة الصيام بين أول أيام وآخر أيامه حتى بين المحافظات وبعضها لأنه يعني ده نظراً أو نتيجة لنحط فصل الصيف في طبيعة الحال هنشوف أنه أول يوم فرمضان هو الأقصر زي ما ذكرنا وبعد كده خيدي الساعة تطول وبتختلف بالتأكيد من مكان الآخر حسب موقع المحافظة الجورافي يعني الموقع الجورافي هو اللي بيحده طول اليوم أو الليل لكل موقع طيب ننتقل لي جزئية أخرى بتعليق خبره برمضان وهي معارض أهلاً رمضان المهندس عادل عبدالعزيز هو العبر المنتدى بالشركة العامة لتجارة الجملة قال إنه معارض أهلاً رمضان ووصل عددها الأكتر من 180 معارض على مستوى الجمهورية وقال إنه فيه توجيهات بمضاعفة الكميات المعروضة علشان احتياجات يبيت مصر وقال كمان إنه افتتاح هذه المعارض هيكون 15 من 15 مارس مستمرة لحد 15 رمضان معنا إن شاء الله تصل التخفيضات لي 25% ده بيبين إنه فيه فكرة التعاون الواضح جداً بين التموين والتجارة الداخلية والتحايد حتى كمان الغرف التجارية أرقام المبيعات وضحت إنه يعني أقبال كبير على طبعاً بتأكد هذه المعارض يعني فيه التقرير كده يومي بالأرقام بيعرض الأرقام الفعالية للمبيعات فهذه المعارض يومين واللي بالمناسبة بتزيد طيب آخر حاجة معنا قبل ما نختم محضراتكم الضوابط المحددة لأداء الصروات في المساجد خلال شهر رمضان نقطة مهمة جداً ما عايزين أكد عليها اللجنة العالية لإدارة أزمة الأوباء والجوائح الصحية أصدرت قرار بإنه بيسمح خلال شهر رمضان السنادي إن شاء الله بأداء درس العصر خاطرة الترويح في المساجد الكبرى طبعاً بالتأكيد ده وفقاً للضوابط اللي بتقررها وزارة الأوقاف مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية مع الالتزام بكافة الاحتياطات الصحية المقررة أيضاً بيشمل القرار السماح خلال شهر رمضان بإقامة مواقع الإطعام الرمضانية سواء قيمت فيه الأماكن المفتوحة أو مغلقة لكن ضروري جداً يكون فيه ترخيص لزامة من السرطات المختصة أيضاً بيسمح بفتح دور المنصبات لإقامة أفراح أو أي عزة أو ما يمثلها من المناسبات سواء ده في الدور الملحقة بدور العبادة أو غيرها بيسمح كمان إقامة أفراح أو احتفالات أو حتى أي اجتماعات أي مناسبة في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو المفتوحة الفندوقية والسياحية برضو اللي حاصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والأثار ويمكن كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوباء برئاسة الدكتور طبعاً مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخذت عدة قرارات بخصوص موعيد غلق المحالات التجارية في شهر رمضان السنة دي وده مهم جداً نقطة مهمة جداً لازم نأكد عليها لأن الناس كلها بتسأل عن الموعيد تم الموفقة على مد موعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان نزيل يعني حاجات الناس بتتردد عليها كثير جداً هتكون لحد الساعة 2 صباحاً 2 صباحاً هيغلق كل شيء الموعيد العادية كانت عشر رفاً بالتالي في رمضان يعني بيكون في مد حسب يعني أوضع المتوافقة مع شهر رمضان الناس بتسألوا كده فيكون 2 صباحاً طيب كل سنة أخذ لكم طيبين وصلنا كده لنهاية هذه الفقرة يعني استقرأنا سريعاً أهم النقاط وأهم أجابات أهم الأسئلة اللي الناس بتسأل عليها بخصوص الموعيد بخصوص يعني أهم الأفكار اللي الناس بتتناولها بخصوص الشهر الفضيل كل سنة أفضل لكم بخير ربنا يعودوا علينا وعليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا